تحية وسلام لكم أينما كنتم في هذا العالم الشاسع والواسع سويا حتى الواحدة بالتوقيت الفرنسي واليوم سنحط في حكاية لقاء، ترحال، سفر، كلمات تتلاقى، قلوب تتلاقى أصدقاء يصنعون لحظات ولكن أيضا يعيشون الموسيقى يعبرون هذا المتوسط لكي يحطوا من جهة ومن جهة أخرى ولكي يمزجوا ما بين حكايات تأتينا من جنوب المتوسط وحكايات أخرى تأتينا من شمالها هند لخوة معي في استوديات مونتكال الدولية كذلك ليو سيرا وكذلك راح الميكروفون يا هند أنت في حالة توتر أعتقد لأن راح الميكروفون صباح الخير ليو أيضا معي سيرا في استوديات مونتكال الدولية وإيريك سوفيا هناك على بعد قليل ولكن مرحبا وأهلا بكم مشروع موسيقيا للجديد والبوم في تعبير قوي هكذا كلمة Odyssée عندما نستمع إليها نقول إلى أين نذهب ومن أين نأتي bienvenue d'abord merci d'être là aujourd'hui je le dis en français كمان دفنتي بالعربي bien évidemment je vais peut-être commencer par le mot Odyssée qui est en lui-même une invitation un voyage qui est كلمة Odyssée ويحددتها دعوة رحلة فمن يريد أن يفتح لباب هذا هذا اللقاء اليوم بهذه الكلمة نبدأ هنا بالكلمة Odyssée هي رحلة هي مغامرة هي تحكي في التاريخ اللي احنا نعرفه Odyssée هي كتبها أمير آخر القرن الثامن قبل الميلاد تحكي على عودة يوليس لمنزله يعني بعد حرب تخوى يأخذ عشر سنوات للعودة لجزيرة إيتاك العثور على زوجته وفي الألبوم فم أغنية اسمها Vogue هي اللي تقصد بها الرواج وهي تحكي وتتحدث على على أوليس كيفيش السفينة وكل اللي صار بش فينا المان يروح الدار والبلايد والمرت والزوجته وكل 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 هذا كل العاية وفي الخاتمة بش منقولوا اللي الحب هو أكثر حاجة أمبورتانة أهم شي أهم شي لازمنا نحب بعضنا والحب والإسبوع الأمل هو الحاجات اللي بشي خليونا أحنا نعيش ونكامل ونصلوا الحاجات اللي نحب عليها الأمل والحب والتواصل موجود في هذا المشروع هندل أخوة ولكن أيضا الموسيقى الملونة اللي قائك مع ليو سيرا هو بداية هذا المشروع votre rencontre était le déclic de ce nouveau projet ليو la rencontre c'est la magie de la rencontre c'est le mystère ce n'était pas prévu c'est fait d'une façon amusante puisque moi j'avais écrit une chanson que j'ai enregistrée au Canada je l'ai envoyée en étant tout fier d'avoir fini un enregistrement à END إذن أنا لقاء كان دهضا سحريا وهذا هو أهم شيء اللقاء السحري أنا كنت في محضة صوت فقد أن هيت أغنية أتمام تأريفها وبعث بهذه لغنية لهند et il fallait dire la vérité c'est que c'était mieux quand même إذن عندما بعثت بهذه المقطوعة ككل فنان يقوم بخلق أي شيء يتصور بأن هذا الخلق هو شيء داكن أو بلأحرى مغلق أو باك أي لا نستطيع أن نختارقه وها أنا عندما أستمع إلى هذه المقطوعة بصوت هند أضافت العربية وأجأت أن هذا شيء أجمل وأفضل وغير رؤيتي للأشياء donc là j'ai vraiment découvert la beauté de la langue arabe et j'ai découvert aussi ce mariage entre la voix de هند et ma voix et le déclic s'est fait comme ça en fait اكتشفت جمال اللغة العربية واكتشفت اللقاء أيضا ما بين صوتي وصوت هند وهكذا كانت البداية الشعال الأولى أقترح إذا شئتم بالطبع هند l'إخوة وإرick Soviel الذي معنا أيضا هناك ونحييه من جديد وليو أن نستمع إلى التي اخترتها لنا من ألبومكم أوديسيا ونتابع المشوار سويا موسيقى 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 وعلى محطة المحطة يقبل ذلك السيئة من الطرق بلس أنه على المقاطة الأكتان يوجد محطة بالنسبة لكثنين وكهذه المحطة بالنسبة لسلسطة السيارة لانتساط بصدر لسلسطة الغرية للنسبة ونحن لدينا ثلاثة روشة في مدى المر لذلك هذا نحن 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 بالفعل هناك البركان يستحبوني حتى في عملنا الحالي في طريقة صناعته ولكن أيضا على صعيد الجزيرة نفسها في جزيرتنا في عرض كتنا هناك ثلاثة صخرات وكل صخرة منهم تروي حكاية إليس في طريقه عندما استطاع أن يتخلص من الوحش ولكنه قام برمي عليها هذه الحجارة لكي يمنعه من الهروب ويمنعه من الحرية في نهاية المطاف هذه المقطوعة تتحدث عن البلد وعن الغربة وعن أشياء عديدة ربما كلمة هند عن كيفية أنا أعلم أن تعملون مع بعضكم البعض ولكن كيف ولدت هذه المقطوعة تحديدا هذه المقطوعة ولدت ليوسيرا كتبها لصديقه لصديقها أفريقي فيك تحكي تونسي مثل ما بدك فما مجال واضح يعني كل الأعباد يحكوا تونسي في منتكار للدول فأنت يحكي تونسي ما تواجهي راسك بالفصحة كتبها صديقه الأفريقي أظن هو يزيد يحكي عليها أما أنا نزيد فيها مثلا بلادي البعيدة البعيدة بالعربية الفصحة وهي فيها إشارة لجميع الذين يعني يضطرون الرحيل من بلادهم لكلنا رحلنا من بلادنا وخلناها أما ساعتنا توحشوها كان توحشو الشمس ونتوحشو البحر والعباد والعائلة أما أبليجي لازمنا كنا معناها كنا ضطرين أماما أماما ونترك البلاد ساعات أحيانا أحضانا لنعود أحيانا للبقاء على قيد الحياة أحيانا نضطر أن نترك بلادنا على خاطر البلاد اللي أحنا فيها توحالين مثلا تعطينا حاجات اللي بلادنا ما لغز من تعطيناهاش كل حكاية أو كل حكاية أو كل حكاية كل واحد وحكاية توحى والبعض يقول لنا هن لخوا بأن الموسيقى هي الوطن الأساسي صح ليوسيغا هل بستطاعتك أن تخبرنا أنت رؤيتك عن البلاد البعيد تونيستوعة توحة بك لبيلوانتن سخيكوة Déjà لبيلوانتن l'histoire de cette chanson est intéressante parce que j'ai commencé à avoir un petit text en fait que j'ai écrite au Togo quand j'étais avec des amis que je suivais en fait à l'OME إذن حكاية بدأت في Togo حيث كنت مع بعض الأصدقاء هناك et en fait je me suis aperçu que la réalité en fait de l'Afrique n'était pas du tout celle que que j'imaginais avec tout ce qu'on peut dire en fait en France en réalité حيث كنت مع بعض الأصدقاء mais que sont dans une réalité beaucoup plus dure que celle qu'on pense et que l'image de l'Africain qui est frivole amusant qui ne pense qu'à s'amuser etc. est fausse J'ai vu des gens travailler d'une manière impressionnante en fait ça me faisait penser un peu au début du siècle en Europe et ça me faisait peut-être penser aussi à mon grand-père c'est-à-dire cette capacité à travailler et à se sacrifier pour sa famille c'est-à-dire être capable de faire 1000 kilomètres en Afrique pour aller travailler et revenir le week-end إذن رأيتني à se yعملون بشكل قوي faعلي jaddy l'églatihim l'églatihim qui yعمل بشكل faعلي وقيمة العمل ذكرتني بجaddy الذي كان à bistita à yعمل بنفس الطريقة ويضحي بنفس الطريقة لعائilته en Afrique avec le sourire avec le sourire مع l'abtisam والاقتinaع المستمر بأن الحياة هكذا أندلو إذن عنوان هذا اللقاء l'album اسمه أيضا Odyssey ونحن 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 في ساعة موسيقى حتى الواحدة بالتوقيت الفرنسي ما رأيكم لو نستمع الآن إلى ما يسمى بالفرنسية كوتكور أي بالعربية دق القلب لهذه المقطوعة مقطوعة أخترتوها لنا نستمع إليها ونتابع المشوار سويا موسيقى 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 اليوم نتحدث عن بوريس جان لأنه هو هذا الكاتب الشهير ملتقى ترك نحن في الاربعينات خمسينات هذا هو شخص مهم كثير من سباتلين أنه خاص في طريقة تفاعله مع الحالة لأنه كان قد مسا كل شيء عدد أماكن إبداعية وكان مريض أيضا لأنه مريض كثيرا في صغره وتوفي في سنباكرة في التاسع والثلاثين والأهل كانوا أهل بوريس بيون يحمونه كثيرا فليك يخرج من هذه القوقعة قام به دراسة الهندسة وأصبح مهندس إذن يفعل أشياء كثيرة مهندس صحفي وهو أيضا تعرف على كنو كنو الكاتب أيضا الذي تعلق به لأنه فعلا كان معتادل وجوه شاعر يكتب أغاني في فرقة الجاز ورئيس فرقة الجاز لايس إلا لويس أمسطرون كنو الكثير من الأولى أن نتخصص في شيء مهندس أكثر أصنع أشخاص في حاجز وأنت مجزيلا أنا أعمل موسيعة جزيلا أنا أفتح الشبك سكري الشبك أكبر أعطي أعطي لكي لا تتنمع بوريس لا 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 أنا لا تتنمع رقم في الحاجزيلا الإنقال إلا العام احطي شعر بوريس الفترة البوريس التي تعجب الأغنية الحديثة إذن الأغنية الحديثة التي تضاء أو يسلط عليها الأدواء بفضل تيار السريالي في نهاية المطاف بطريق السريالية اليوم تصبح حيات شاعرية اخبرى أنه لا يوجد محاولة أحد يمكن أن تصبح جده لكن هناك فنفيذ واشتراوية وأشتراف جعلها اختراف كماوة اختراف كماوة اختراف كماوة لكن يا سبيل ماذا لم ينسى أن يكون لديك فإنما سيساك بوريس فيان في قبل ان تتحدثت اخبرت بوريس فيان و المشاربه اتخبر إكمال نحن فقط على لها ابقام بلانسة نتكاروالية وانستسمع Donc je te donne un exemple dans un de ses livres où le héros Sullivan gare sa voiture Il fume une cigarette Il se retourne, il regarde sa voiture et sa voiture broute l'herbe Ce qui est intéressant c'est que quand on écoute cette phrase on se dit que c'est complètement idiot Aujourd'hui cette vision est complètement stupide sauf que c'est tout l'image du surréalisme et qui va donner après dans la peinture le dadaïsme Voilà, donc après dans la chanson pour terminer il y a des gens qui vont côtoyer Boris Vian par exemple quelqu'un qui faisait du piano dans un bar qui venait voir Boris Vian et qui l'a vu au moins une quinzaine de fois et qui s'est dit moi quand je vois cet homme là j'ai envie de faire quelque chose d'extraordinaire et il s'appelle Gainsbourg Donc Gainsbourg s'envole et s'envole Boris Vian et quand il s'envole, il s'envole, il s'envole il s'envole, il s'envole, il s'envole je veux faire quelque chose d'extraordinaire et il est mort à 39 ans Allah yirhamou, c'est vrai il y a un mètre il y a un mètre il y a un mètre pour tous ceux qui s'aiment et se comprennent pas pour tous ceux qui s'aiment et c'est loin d'à la fois quand on se parle sans se regarder on se fait l'amour sans se toucher pourquoi faut-il se dire adieu pour ouvrir les yeux de temps en temps je me réveille de cette vie superficielle je veux tout changer tout effacer on vit des vies empruntées seuls le paraître nous fait marcher on ne sait plus qui écouter comment écouter si la tendresse nous fait rêver comme ce poème t'es dédié je t'aime rime avec je t'aime, je t'aime, je t'aime je t'aime de temps en temps je me réveille de cette vie superficielle je veux tout changer tout effacer ai-je encore le temps d'aimer pour tous ceux qui s'aiment pour la première fois pour tous ceux qui s'aiment comme toi et moi le jour se lève encore plus chaud plus fort plus fort de temps en temps je me réveille de cette vie superficielle je veux tout changer tout effacer ai-je encore le temps d'aimer il suffit que je sois près d'elle que dans ses yeux le jour se lève pour qu'enfin on se réveille loin de cette vie superficielle artificielle artificielle loin de cette vie superficielle artificielle pour qu'enfin je me réveille pour qu'enfin je me réveille pour qu'enfin le temps il y a beaucoup c'est-à-dire c'est-à-dire la vie c'est-à-dire les gens qui m'aiment mais qui m'aiment qui m'aiment qui m'aiment ensemble sans être ensemble on se voit on se regarde mais on ne se voit pas c'est les gens qui s'aiment sans être ensemble moi j'ai constaté quelque chose c'est que j'ai remarqué chez mes collègues mecs qu'il faut souvent qu'une histoire se termine pour qu'ils se rendent compte que c'était extraordinaire et il se trouve que je me suis un peu trouvé comme mes collègues et je me suis dit bon heureusement que de temps en temps je me réveille ce n'est pas évident non plus de vaincre ce monstre avec des dents un petit peu affreuses avec des yeux des fois qui sont pas des yeux et des fois il est beau mais bon en fait il est un peu monstre quand même ce truc là qui s'appelle le temps quoi c'est pas évident non plus de vivre avec le temps qui fait qui transforme une pierre en lisse l'érosion quoi on va dire érosion des sentiments érosion du moment érosion de la spontanéité est ce que vous croyez est ce qu'on peut lutter contre le monstre est ce qu'on peut c'est un peu ce qu'on peut lutter contre le monstre la mauvaise l'érosion c'est peut-être c'est pas de l'érosion mais c'est surtout quand on peut lutter contre le temps mais on peut vivre avec son temps إذن لا نستطيع أن نقاوم الوقت ولكن نستطيع أن نعيش مع الوقت c'est-à-dire qu'on peut vivre sa vie et je crois que le problème c'est de vouloir lutter et de retenir المشكلة في أن نحاول أن نقاوم وأن نمسك الاشياء أنا أظن أنه ما لزنش نخسر الوقت ما لزن نخسر الوقت هذا أساسي نحسر الوقت نحسر الوقت و نخسر الابد Eric dit qu lacked närك المشارك يريد أن يتحدث بعد أن تحدث تحدث مع whilstالي علم يتحدث je peux dire qu'on s'amuse avec le temps parce que moi en tant que musicien je m'amuse avec le temps c'est du temps qui passe la musique c'est du temps qui passe c'est un rythme c'est des accords qui s'enchaînent c'est des mélodies c'est ma façon à moi d'apprivoiser le temps quelque part et je m'amuse avec إذننا's amus ihnen الموسيقى لأننا الوقت يمر لأن الموسيقى باستطاعتها أن تساعدنا هي تسمح لنا بأن نمر مع الوقت وهذه طريقة أنا لكي أقوم بترويد الوقت وامتلاكه فجأت دعو وما أفعله مع الوقت؟ هذا ليس لديه إنتربيو لا أريد أن أتحدث نستمع إلى كونتي الآن ونتابع المشوار سويا حتى الواحدة بالتوقيت الفرنسي بالفرنسي بالعربية بالإنجليزية بالإسبانية كالعادة في ميوزيك آور نحب أن نعبر جسور اللغوية فابقوا معنا حتى الواحدة سيلبو بلاي ورفع لما يغير ونجوم السماء توني أنت أنا والأيام ما بغدنا نمشي في الخيال اشتقتم صوتك الحنين موسيقى 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 كنت معك معك كذلك معك أنت أيضا ليوسع وكذلك إيريك سوفيا فرقة أندلو حتى الواحدة والألبوم بعنوان أوديسيا ونحن نسافر ونحط مكان إلى آخر من حكاية إلى آخر حكاية أوليس ورمزية هذه الحكاية ولكن أيضا وقع هذه الحكاية الرمزية وهذه الأساطير في حياتنا اليومية كيف باستطاعتنا أن نترجم هذه الأساطير التي هي بمتناول اليد منذ آلاف وآلاف السنين كيف نترجمها اليوم في عالمنا المعاصر في عالمنا السريع في عالمنا الذي يخلو من أي إقاع طبيعي وهذا ما كنا نقوله من قليل الإقاع الطبيعي الذي يسمح لنبتا بأن تعيش تحت التراب لبزرع أن تعيش تحت التراب وأن تكبر وأن تصبح شجرة وأن تموت أو تعيش لفترة معينة قبل أن تموت كل هذه الأشياء موجودة أيضا في طريقة تفاعلكم مع الألبوم اليوم اللي نكتبت له الرسالة هذه أغنية ما هي رسالة اللي نبعث هالوين هو أينما يكون ما هي كلمة هذه المقطوعة بالعربية يعني لو تقرأ لو تقول لنا ياها مرة تانية بس بالعربية تقول الليل لما يغيب ونجوم السماء تنير أنت أنا والأيام مع بعضنا نمشي في الخيال والأحلام اشتقت صوتك الحنين يا أعز الناس أتمنى أن تعود روحك عطرا وورود تركت أجمل بسمات أحلى ذكريات يا حنون اشتقت صوتك الحنين يا أعز الناس وبعد نقول هذه قصيدتي أحكيها لك أين كنت عندما أغمض عيني أراحول ميوندك نورك لن يفريقني حتى اللقاء إذن هي رسالة نبعث هالوين هو voilà نبعث هالو نبعث هالو أظن أنه ليو كتب نفس نفس التقس donc le même texte en français italien celui dont tu parlais tout à l'heure أنا الذي هو بالإيطالي وكتبت الكلمات بالإيطالية هل بس تعتك أن تقرأها لنا بالإيطالية؟ صح مرسل مرسل أمي أمي أحن إلى خبز أمي ولمسة أمي وتكبر فيها طفولة يوما على صدري يومي وتكبر فيها طفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا موت أخجر من دمعي أمي آه من دمعي أمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذا عدت يوماً وشاحاً لهربك خذيني أمي إذا عدت يوماً وشاحاً لهربك وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك وشد وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك عساني أصير إلهاً إلهاً أصير عساني أصير إلهاً إلهاً أصير إذا ملمست قررت قلبي أمي 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 إلهاً أصير إلا ي 그거 وأنا أيضا أظن كذلك نفس الشيء وساعات هكا كي نبدأ في فرنسا هكا نذكر قهوتها في الكوجينة الصباح والخبز وبالحق معناه الكلمات اللي قالها مرسال خليفة هما كلمات تنبض تنبض ونحسوا بيها دونك نهدي الأغنية هذي لكل الأمهات العالم أمهات العالم بكلمات محمود درويش وبصوت مرسال خليفة ونحن نهدي هذه الأغنية أيضا إلى كل أمهات العالم وكل عناصر الأمومة بأشكالها وألوانها لأنها ليست فقط جسدية أيضا هناك أمهات في طريقة رجال أمهات في طريقة تفاعلهم مع العالم هناك أيضا أفكار باستطاعتها تلد أفكار أخرى ولكن لن ندخل في صراع فلسفية هل لا يتقوم بالمقطوع الأخير؟ ليس جديد فلسفية وكلمات وطاك تاك تيك خمسين موسيقى استطاعتكم الآن أن تقوموا بالمقطوع الأخير طاك تاك الجميلة الحصرية عبر أثير منطقالة الدولية لأنها لم تصدر بعد لكم فرقة هندل وتتحدث عن جنين في بطن والدتها تفضلوا صويا حتى الواحدة بالتوقيت الفرنسي برفقة إيريك سوفيا إذن ليوسيغى واهند الأخوة اشتركوا في القناة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 شكرا لك مايسا شكرا كثيرا ننهي المقطوعة الأخيرة المأخوذة من ألبومكم التي اخترناها التي هي ديموى قل لي وأقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة من ميزيكا المترجم للقناة المترجم للقناة